أستخدم قانون المقاومات تتناسب مع السرعة وتتناسب مع مربع السرعة أما تتناسب مع السرعة أول حاجة مين بتتناسب مع عين يبقى مين واحد على مين اثنين سوى عين واحد على عين اثنين الحالة الثانية أما المقاومات تتناسب مع مربع السرعة أركز عليها أوي مربع السرعة يبقى مين تتناسب مع عين تربيع يبقى في الحالة دي القانون بيعي على مين اثنين بساو عين واحد على عين ايه اثنين لا احطي تربيع وتربية يعني عين واحد تربيع على عين اثنين تربيع بخلاف المقومة تتناسب بس مع السرعة عين واحدة على عين اثنين يبقى في حالة التربيع مين واحدة على مين اثنين عين واحد تربيع على عين اثنين تربيع يبقى كده اخدت القانونين الاساسين بالنسبة للمقومة تتناسب مع السرعة وتتناسب مع مربع ايه السرعة براعي بعد الوحدات الوحدات مهمة جدا بالنسبة لقانون نيوتن الاول الجزئة الاسسية بالنسبة للتحولات الطني بتساوي 1000 كيلو جرام والكيلو نيوتن بتساوي 1000 نيوتن وخط الكيلو متر ساعة بتساوي 5 على 18 متر على الثانية وكيلو متر ساعة بتساوي 250 على 9 سنتيمتر على الثانية لو جبت العكس بقى من متر على الثانية الكيلو متر على الساعة يبقى 5 على 18 وبالنسبة للسنتيمتر على الثانية الكيلو متر ساعة زي ما طبقنا في الحلق قبل الماضية يبقى هنا اقدر اخش احلي مسألة وكل ما حل كتير هبتدي هشوف افكار جديدة ومفاتيح حل كتير ان انت هتشوفها في اسناء ايه تطبيق على قانون نيوتن الاول يبقى انا عرفت القوارين عرفت التحولات عرفت الحالات الخاصة بقانون نيوتن الاول ابتدي اخش واطبق يبقى قبل ما انا اطبق لازم اكون ايه اذاكر كويس جدا بالنسبة لقانون نيوتن الاول واخدنا الحلقة الماضية قانون نيوتن التاني معدل التغير في كمية الحرقة بالنسبة للجسم يبقى كاف نفتح قوص عين ناقص عين سفر على نون هشيل عين ناقص عين سفر على نون وحط مكانها جين يبقى معدل التغير في كمية حركة الجسم في هزي الحالة بتساوي ايه كاف في جين خلي بالك بالنسبة للحالات اللي في قانون نيوتن التاني يعتبر قانون نيوتن التاني عصب قانون نيوتن الاول وقانون نيوتن التالت في بعض التحولات تحاول ان انت تكون مركز جدا وتاخد بالك بالنسبة في بعض الوحدات العملية اللي هي المطلقة العلمية المطلقة والتساقلية يبقى اول حالة من حالات التحولات بتاعتي وحدات مطلقة العلمية والوحدات التساقلية خلي بالك بالنسبة للتحولات بنقول ايه النيوتن بيساوي كيلو جرام متر على الثانية تربية طب والضاين جرام سنتيمتر على الثانية تربية إيه بديها الوحدات هي العلمية طب أما الوحدات التساقلية عند السوكل كيلو جرام بيسوي كم؟ تسعة وتمانية من عشر كيلو جرام متر على الثانية تربية طب السوكل كيلو جرام بيسوي تسعة وتمانية من عشر نيوتين طب تعالى بالنسبة للجرام السوكل جرام بيسوي كم؟ تسعمية وتمانين جرام سنتيمتر على الثانية تربية طب السوكل جرام بيساوي كان 980 ضين يبقى هنا في الحالة السوكل جرام بيبقى مع الضين والسوكل كيلو جرام مع ايه النيوتين عملت علاقة وقلتها الحلقة الماضية ما بين نيوتين والضين علاقة بين نيوتين والضين طب النيوتين بيساوي 10 أس 5 جرام سنتيمتر على الثانية تربية طب النيوتين بتساوي كم ضاين عشرة قص خمسة ضاين طب والضاين بتساوي عشرة قص ناقص خمسة نيوتين ده كده خط التحولات بالنسبة لقانون نيوتين التاني طب نيوتين التاني في بعض الأشكال للأجسام مختلفة عن بعضها هاخد الحالات بتاعتها بالنسبة لكل شكل حركة جسم على مستوى أفق خشن تحت تأثير قوة أفقية خدناها وطبقنا عليها وخدنا برضا الجسم على مستوى أفق خشن تحت تأثير قوة مائلة يبقى أنا خدت هنا في الحالة دي أما بتكون قوة مائلة وقوة موضوع على مستوى إيه؟ أفقي طيب دي حالة حالة التانية خركة الأجسام على مستوى مائل سواء الجسم سواء مائل لأعلى أو لإيه؟ لأسفل يبقى عندي اتجاهين الجسم بيكون مستوى مائل لأعلى ومستوى مائل لإيه؟ لأسفل ثالثة حركة جسم رأسيا حركة جسم بيتحرق أو متحرك رأسيا سواء كان لأعلى أو سواء كان لإيه؟ لأسفل يبقى كده خد القوانين بالنسبة لقانون نيوتن الأول وخط التحولات بتاع قانون نيوتن الأول والحلاب بتاعته أبتدي أخش أطبع قانون نيوتن التاني أرفنا التعريب بتاعه مهدل التغير في كمية حركة الجسم خدتها بعد كده خدت التحولات العلمية والتساكلية رحت جاي عملت علاقة بالنيوتن والضاين وبعد أشكال الحركة بالنسبة لقانون نيوتن التاني قلنا الحالات بتاعتي تلت حالات طبعا كل حالة بحالتين كل حالة بحالتين يبقى هنا الأعلى وأسل ما يكون مائلة أو حركة رأسية حركة رأسية سواء لأعلى أو لأسل أو يكون الجسم مضوعا من سواء أفق وخشن ما لها تحت تأثير قوة أفقية أو قوة مائلة أبتدي بعد كده أخش على التطبيق نيوتن التاني وعرفت تحولاته وعرفت الحالات بالنسبة لكل حالة من حالات نيوتن التاني وعرفت برضك بالنسبة لقانون نيوتن الأول أقدر أطبق في قانون نيوتن الأول أقدر أطبق في قانون نيوتن التاني وكده أنا غطيت نيوتن أول ونيوتن تاني النهاردة هننهي بقانون نيوتن الثالث يبقى خدنا قانون نيوتن أول والتاني هاخد نيوتن إيه الثالث طب قانون نيوتن الثالث تعال نشوف مع بعض كده قانون نيوتن الثالث بينيوتس عليه بقول إيه نص القانون كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه تمام الضد يعني بساوي الضغط الجسم على المستوى رأسية أسفل طب ورئ رد فعل المستوى على الجسم رأسية الأعلى طب هنا في الحالة دي في عندي ره وعندي ضد يبقى ره تساوي ضد مجدارا ومضادا في الايه في الاتجاه يبقى أنا هنا لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الايه في الاتجاه خبنا ضد بالنسبة ليه للرمز بتاعها رمز ضد وره اللي هي ايه رد الفعل على المستوى الجسم رأسية لا لا مرة ضاد لأسل ومرة ريه لأعلى في الحالة دي نربط علاقة ببعض يبقى في حالة دي ريه بتساوي ضاد مجدارا ومضاد في الاتجاه يبقى شفنا الجسم ازاي زي ما مرسوم يبقى هنا والمستوى يبقى فيه عملية رد فعل بالنسبة للضاد ورد الفعل بالنسبة لره طيب فيه تطبيقات على قانون نيوتن حركة مصعد طيب هيكون مصعد صاعد بعجلة منتظمة اللي هي جين نبص نلاقي شكل الجسم انا عندي رسمت حركة المصعد وضعت الجسم صاعد لأعلى حطيت ريه لأعلى موجبة والاسفل ناقص كاف دال يبقى هنا المعادلة بتاعتي اقول ايه ريه ناقص كاف دال بتساوي كاف جين يبقى ده حالة ايه خركة المصعد صاعد بعجلة منتظمة اللي هي ايه جين حركة المصعد هنا هابط بعجلة منتظمة هنبص هنشوف معادلة الحركة هناخد العكس من اسفل لأعلى يبقى في الحالة دي ان كاف دال ناقص ريه بتساوي كاف جين طيب الحالة الاخيرة بالنسبة لقانون نيوتن التالت حركة المصعد المصعد ساكن او متحرك بسرعة منتظمة سواء لأعلى او لأسل اما بيكون ساكن متحرك بسرعة ايه منتظمة في الحالة دي هنلاقي ريه بتساوي كاف دال نخلي بالنا من التالت حالات دول بالنسبة للمصعد حركة المصعد بيكون صاعد لأعلى ازاي المعادلة بتاعته وحركة مصعد هابط بعجلة منتظمة يكون هابط المعادلة بيكون وضعها ازاي خلي بالك ممكن تحط ايه ناقص ريه زائد كاف دال بتساوي كاف ما ينفعش ان انا اكون ايه يبقى انا هنا بحط الموجة بعد كده ايه السالب برضا المصعد ساكن او متحرك بسرعة ايه منتظمة يبقى في الحالة دي هقول ريه بتساوي كاف ايه دال يبقى الثلاث حالات دولة عشان انا ما جا برسمهم وانا بحل يبقى انا عارف وضع المصعد بيكون صاعد ازاي بيكون هابط ازاي بيكون متحرك بسرعة منتظمة او ايه ساكنة طيب وضعت الحالات بتاعتي بالنسبة صاعد وهابط وكون ايه المصعد متحرك او المصعد ساكن بسرعة منتظمة طيب في بعض الملحوظات اللي انا لابد قبل ما اشتغل اكون عارفها جدا بقول لي ايه ازا ربط جسم بخيط وعلقها في سقف مصعد فالاجادة الشد في الخيط يبقى نرمز له بالرمز شيل نضع ان شين بتساوي ليه في المعادلة السابقة تمام طيب ازا عالك جسم في ميزان زنبورغي مسبت في سقف مصعد فان قراءة الميزان الوزن الظاهر للجسم اللي هو شين يساوي شين يبقى في الحالة دي هاخد شين ناقص كاف دال بتساوي كاف جيم يعني ديت في حالة الصعود المصعد طيب ما بيكون حالة الهبوط للمصعد ان كاف دال ناقص شين بتساوي كاف جيم في حالة هبوط المصعد طيب وشين بتساوي كاف دال في حالة ايه اما يكون متحرك بسرعة منتظمة تاني ملحوظة دي مهمة جدا بقول لي ازا عالك جسمي في ميزان زنبورغي مسبت في سقف مصعد فان قراءة الميزان تساوي الوزن الظاهر للجسم شين المعادلة الاساسية اما بيكون المصعد صاعد يبقى شين ناقص كاف دال بتساوي كاف جيم طيب ما بيكون هابط يبقى كاف دال ناقص شين بتساوي كاف جيم ده هابط اما يكون متحرك بسرعة منتظمة يبقى شين بتساوي كاف دال يبقى خلي بانها بالنسبة للمحوظة دا يبقى هنا اللاقى الحتة التانية الظاهرة من عدام الوزن ازا وضع جسم على مستوى افكي ثم اخذى سطح السطح في الهبوط رأسيا بعجلة منتظمة او بعجلة جزبية ارضية فان الضغط الجسم على السطح هان عدم ظاهرة انعدام الوزن اذا وضع جسم على مستوى افكي ثم اخذى السطح في الهبوط رأسيا بعجلة جزبية ارضية فان ضغط الجسم على السطح في الحالة دي ايه تم انعدامه يبقى انا هنا درست بالنسبة لقانون نيوتون التالت عرفت النص القانون وبدأت ابتدي اعمل حركة المصعد سواء صاعد او خابط او بحركة منتظمة هنا في وضع سكون او ممكن اشتغل برضك بالتلات حالات بالنسبة للميزان الزنبوركي وعملت بالنسبة الوضع الوزن الظاهر للجسم قلت ايه انعدام الوزن ازاي هنا يعتبر لميت قانون نيوتون التالت ابتدي اخش تطبيقي بالنسبة للمسائل من الحالات اللي انا عملتها سواء مصعد او سواء ايه ميزان زنبوركي تعال انا بص بالنسبة للمسائل الاولاني بيقول ايه رجل قتلته ستين كيلو جرام موجود داخل مصعد اوجد ربض فعل المصعد على الرجل بالنيوتون اذا كان المصعد يتحرك رأسيا لاعلى بعجلة منتظمة بعجلة واحد واثنين من عشر متر على الثانية تربية والمصعد مطلوب التاني المصعد يتحرك رأسيا لاسفل بعجلة واحد وتمانية من عشر متر على الثانية تربية مطلوب التالت المصعد يتحرك بسرعة منتظمة الحالات التالتة اللي انا ديتهم بالنسبة للمصعد في اول الحلقة انا قلت اما يكون مسعد صاعد ورسمت رسمته والمصعد هابت وطلعت المعدلة بتاعت الايه المصعد صاعد وبعد كده المصعد هابت والمعدلة وهنا اما بيكون المصعد يتحرك بسرعة ايه منتظمة يبقى انا عرفت الحالات دي قبل اما اخش على التطبيق وبعد كده أخش على التطبيق أبص أول حالة المصعد يتخرك رأسياً لأعلى طيب العجلة هنا من الدهاني واحد واثنين من عشر متر على الثانية تربية قال لي يصعد لإيه؟ لأعلى رسمت الرسمة أما بيكون شخص مثلاً في قلب مصعد أسنصير بيصعد لأعلى وأسفل أي شخص محمد إبراهيم زكي يبقى هنا الواحد بيحدد وزن الجسم إلا أنا ببتدي أعمل عملية صعود لي هاجي هنا هقول الجسم يصعد لأعلى مصعد يتخرك رأسياً لأعلى والعجلة من الدهاني واحد واثنين من عشر متر على الثانية تربية في الحالة دي هعمل إيه؟ معدلة الحركة إزاي بقى؟ أنا قلت إيه؟ إدي تلك أنا في حالة صعود ريه ناقص كاف دال بتساوي كاف جيد حيل دبما أنا أصبط المعادلة الأول وممكن أخذ عمل مشترك وأشوف المعادلة أمشيها إزاي؟ ريه برة دبما أنا عندي كاف وكاف دبما أنا كاف أخذ عمل مشترك تفضل جيم زائد دال أنا أمديك كاف بستين اللي هو وزن إيه؟ الوزن كتلة الجسم نفسه اللي هو داخل المصعد دوة ستين طب والعجلة أنا أمديه لك بكام؟ واحد واثنين من عشر زائد دال اللي هي كام؟ واحد واثنين من عشر بندرب نجمع مع بعض هتطلع دي كام؟ حداشر في ستين إيبا ستمية وستين طب تعال هنا بالنسبة لحركة الجسم أما يكون لأسفل المصعد يتحرك رأسيا لأسفل بديتك هنا جيم بواحد وثمانية من عشر متر على الثانية تربية ده هابط المصعد هابط يعني الإيه لأسفل حط المعادلة كاف دال ناقص ريه بتساوي كاف جيم أعمل نفس اللي عملته في حركة المصعد الأعلى فيه عمل مشترك كاف يبقى دال ناقص جيم بتساوي ريه كاف بستين دال بتسعة وتمانية من عشر ناقص واحد واثنين ايه من عشر اللي هي جيم يبقى في الحالة دي ريه بتساوي ستين في تمانية بربعمية وكام وتمانين نيوتن طب المصعد يتحرك بسرعة منتظمة الداني الرسمة اللي أنا رسمتها في الأول وإحنا بنشرح حالات تلاتة للمصعد لأعلى أو أسول وإيه يتحرك بسرعة منتظمة إن ريه بتساوي كاف دال يبقى ريه أنا عندي هنا كاف بكام بستين ودال بتسعة وتمانية من عشر ستين بتسعة وتمانية من عشر يبقى خمسمية تمانية وتمانين نيوتن يبقى في الحالة دي اشتغلت على الثلاث ايه حالات بتاعتي يبقى أنا عاوز أعرفها حاجة قانون نيوتن الثالث من أسهل القوانين لمصعد ميزان زنبورقي أو قتلة جسم موضوعه في صندوق يبقى هنا في الحالة دي محدود إزاي ما سأله أنا قال لي مصعد يبقى هنا يتحرك حركة رأسيا لأعلى والمصعد يتحرك حركة رأسيا لأسفل ويتحرك بسرعة منتظمة يبقى دولي الثلاثة حالات يبقى أنا أعرف وضع المعادلة وضع المعادلة أجيب الموجب الأول بعد كده السالب بتساوي كاف جيم مجيش أحط السالب بعد أنا موجب أشوف عمل مشترك أطلع كاف برة يبقى مثلا نجيب ناقص دال أو دال ناقص جيم وابتدي أطرح أو أجمع واضرب في الكتلة اللي برة هنا في الكيمة بتاعت يبقى أنا هبتدي أشتغل سوى أحرك رأسيا لأعلى بالنسبة لمصعد صاعد عابط أو بسرعة إيه منتظمة بص الأمثلة هتلاقيها ساعة بس عايز خروج بالراحة وأشوف الحالة كل حالة من الحالات دي بقول لنا إيه جسم كتلة 280 كيلو جرام وضع في صندوق كتلته 700 كيلو جرام ثم رفع رأسيا إلى أعلى بواسطة حبل متحرك بعجلة قدرها 70 سنتمتر على الثانية تربيع أوجد مقدار الضغط الجسم على مقدار الشد في الحبل الذي يحمل الصندوق يبقى أنا دلوقتي كتلة الجسم 280 وضع في الصندوق كام كتلته 700 ثم رفع رأسيا إلى أعلى هنشوف وضع الخرقة هيكون إيه إزاي إيجاد جسم على قاع الصندوق ضغط الجسم على قاع الصندوق رسمنا الرسم خطت بياناتي الجسم قال للأعلى تمام أوضع الحالات إزاي وأنا قلت أني بأخذ من موجب لسالب بتساوي كاف جيم يبقى ره ناقص كاف دال بتساوي كاف جيم طب ما أنا هي عندي عندي كاف وعندي كاف المعادلة الأصلية بتحتي اللي هي كاف دال وكاف جيم طب ما أنا أطلع هنا الكاف دال السالبة تطلع في الطرف الثاني موجبة وأخذ عمل مشترك طب يبقى ره بالساوي كاف جيم زائد كاف دال طب ليه طلحت كاف دال برة هي بإشارة سالبة أطلعها بإشارة مخالفة اللي هي الإشارة إيه الموجبة إذا هنا في الحالة دي عندك في عمل مشترك يبقى كاف تطلع برة يبقى داخل الكوس جيم زائد دال جيم زائد دال أنا عندي كاف بكام مديها بمتين وتمانين طب هنا أنا عندي العجلة كانت بكام بسبعين بالسنتمت يبقى في الحالة دي هقسم على كام على مية عشان تتكون بالإيه بالمت يبقى هنا سبعين على مية يبقى سبعة من عشرة زائد دال بتسعة وتمانية من عشرة هجمع الاتنين مع بعض يطلع عشرة وخمسة من عشرة في المتين وتمانين واحد بيسألني بيقول لي اشمعنا خطت تسعة وتمانية من عشرة أنا حولت أنا مديك لإيه الكتلة نفسها بكام بميتين وتمانين كيلو جرام طب أنا هنا مديك العجلة بكام سبعين سنتيمتر طب هنا السبعين بالسنتي طب هنا كيلو جرام لازم أحول أنا العجلة لإيه لميت وفي الحالة دي ما أاخد دال هأخد دال بكام بتسعة وتمانية من عشرة عشان الكيلو جرام والمتر بيكون نيوتن يكن لو جرام ومتر حول المتر للسنتيمتر وأخذ مكان التسعة وتمانية من عشرة أخذها تسعمائة وتمانين عشان تطلع بالضيء يبقى في الحالة دي أنا حولت السبعين يبقى سبعة من عشرة عشان تحول بالمت أسمت يعني زائد تسعة وتمانية من عشرة يبقى هنا سبعة من عشرة زائد تسعة وتمانية من عشرة عشرة ونص في ميتين وتمانين يبقى إيزا رهب يسوي الفين تسعمائة وكام واربعين نيوتن طب هنا في الحالة دي قلنا إيجاد الضغط الجسم على قاع السندوق طب إيجاد الشد في الحبل الذي يحمل السندوق بداخله كتلة السندوق بداخله كتلة وليه وزن معاه الوزن الأساسي بتاعي اللي هو الميتين وتمانين ومدي لك السندوق نفسه بكان بسبعمية هنشوف إحنا عملنا إيه بالنسبة الكتلة مش أنا كنت أنا مديك الوزن في إيجاد الضغط الجسم على قاع السندوق بكام بميتين وتمانين زائد الوزن الخارجي بتاعي الأساسي اللي هو للجسم نفسه بتاعي السندوق كام بسبعمية هنجمع الميتين وتمانين زائد سبعمية يبقى تسعمائة وتمانين كيلو جرام ده الكتلة حط المعادلة بتاعتي أدي شيء ناقص كاف دال بتساوي كاف جيم بنفس الطريقة السالب هيخرج بره بإشارة مخالفة وزا كان بره ندخله جوه بإشارة مخالفة عشان نبتدي ناخد عمل مشترك هتلاحظ فيه كاف وكاف بره بتاع الكاف جيم خرجنا ناقص كاف دال بره بإشارة مخالفة هي السالبة دخلت ايه خرجت ايه موجبة يبقى شين في الحالة دي النكاب بتساوي أخد كاف عمل مسترق بتفضل في الكوس جيم زائد دال الكتلة في الحالة دي هاخدها كام سبعمية لأ زي إيجادة ضغط الجسم على قاعة السندوق مقدرش هنا الكتلة الكلية إيجادة شد في الحبل لازي يحمل السندوق بداخل بداخله ايه الكتلة بداخله ايه الكتلة أنا عندي ميتين وتمانين زائد سبعمية بيت سبعمية وتمانين يبقى حط في الحالة دي كام بتساوي كام تسعمية وتمانين وجيم حولتها كانت سبعمين يبقى سبعة من عشرة زائد تسعة وتمانية من عشرة أجمع سبعة من عشرة وتسعة وتمانية من عشرة عشرة ونصف في تسعمية وتمانين يبقى شين تطلع عشر تلاف ميتين وتسعين نيوتين يبقى أنا عرفت أعمل ايه الوضع بتاعي بالنسبة للسندوق وحسبت ازاي بالنسبة للضغط بتاعه وتشد في الحبل المسائل أهم حاجة اعرف طريقة الرسم واعرف ازاي اخرج المعادلة وخل الطرف من الاطراف ازا كان سالبة اخرجه بإشارة مخالفة إشارة مخالفة بتاعتي بخرجه عشان اطلع ايه الهدف من خروج المثلا ايه كاف دال ان انا هطلع عمل مشترك ما بين كاف وكاف جيم اخد الكاف بتاع المعاجين وكاف دال اخد منها كاف برا يبقى تفضل في الكوس لجيب زائد دال لدال ناقص جيم وابتدي خطرح او اجمع ما بداخل الكوس واللي يطلع اضربه في الكتلة اللي برا هشوفها تطلع لكام نيوتين مسائله واضحة جدا جدا بس الزبط معادلات من على الرسم تعال نشوف المثال ده يتحرك مصعد مصعد بعجلة منتظمة قدراها واحد وخمسة من مية متر على الثانية تربيع وعلقها في سقفه ميزان زنبوركي وعرفتك رسمة الميزان الزنبوركي ازاي وخرجت منها المعادلات ازاي يحمل جسمك وثلته سبعة كيلو جرام اوجد الوزن الظاهر للجسم عندما يكون مرة صاعد ومرة ايه هابط تمام انا عملت حركة المصعد الاول وهو صاعد حركة المصعد وهو صاعد هبتدي هرسم رسمة الميزان الزنبوركي ووضحتها قبل ما انطبق بالنسبة لكوانين النيوتين الثالث وقلنا وضع المعادلة تتحط ازاي ازاي ازا كان صاعد او ازا كان هابط يبقى في الحالة دي لو حطيت الاشارة غلط وخرجتها باشارة مخالفة مفروض يعني انا مسكت هي موجب خرقتها سالب ومفروض ان انا هجمع انا كده هطرخ اما اضرب الكتلة فيما بداخل الكوس الرقم بقى صغير بقى ناتي غلطي بقى وضع المعادلة غلط انا ابص في حالة الصاعد ترتيب المعادلة ازاي فعلت الهابط ترتيب المعادلة ازاي معادلة حركة الجسم ازاي بالنسبة اليميزان الزنبرج هنا وهو صاعد لسمت الرسمة صاعد لاعلى كتبت شين وكاف دال احط المعادلة بتاعتي ازاي الوزن الظاهري يساوي الشد في السلك لو اشين طب قلت شين ناقص كاف دال بتساوي كاف جيم ده في حالة اما يكون هنا صاعد لاعلى يبقى هنا ما بيكون ايه صاعد لاعلى اما يكون صاعد لاعلى يبقى انا بحط الشد ناقص كاف دال بتساوي كاف في جيم زي ما انا قلت اردت معادلتي طب شين طب ما انا عندي ناقص كاف دال طب ما انا طلع ناقص كاف دال برة باشارة مخالفة تطلع موجبة اخد كاف عامل مشترك افتح كوس جيم زائد دال طب كاب كان في الحالة دي الدالي بسابعة وعندي جيم واحد وخمسة من مية زائد دال تسعة وثمانية من عشر اما ضرب واحد وخمسة من مية اما مجمع واحد وخمسة من مية زائد تسعة وثمانية من عشر يطلع لعشرة وخمسة وثمانين من مية هضربها في الكتلة هطلع قيمة الشد خمسة وسبعين وخمسة وتسعين من مية نيوتين خلي بالك يبقى انا في وضع معادلة الشد بالنسبة اما يكون الميزان الزنبوركي باخد العكل يعني انا لأعلى يبقى بقول شين ناقص كاف دال بتساوي كاف في جيم خلي بالك من الحتة دي واخد الطرف بتاع شين ناقص كاف دال بتساوي كاف جيم انا عندي ناقص كاف دال بليه سالبة في الحالة دي خرجت طرف التاني هتطلع موجبة اخد كاف عامل مشارك يبقى في القز بتاعي جيم زائد دال ابدأ اشوف اذا كوت انا احول جيم كانت بالسنتمتر حولها المتر وعندي دال تسعة وثمانية من عشرة اجمع الاتنين في الحالة دي هضربها في الكتلة هيطلع لي الشد بتاعي بالنيوتين راعي ترتيب المعادلة نفسها اعرف اما بيكون في وضع المصعد او الميزان الزنبوركي الاعلى باخد من اعلى الاسع يعني شين ناقص كاف دال بتساوي كاف جيم ضبطة المسألة مفتحها الاساسي معادلتك مش كتر حل انا ممكن احل كتير وغلط بس افهم اول الرسمة مش ازاي انا اقول بقول صاعد يبقى باخد المعادلة من شين ناقص كاف دال بتساوي كاف جيم رتبتي حطيت المعادلة بتاعتي طب انا عندي هنا شين ناقص كاف دال بتساوي كاف جيم طب مرة ممكن اخرج ناقص كاف دال برة هتخرج بموجبة يبقى كاف جيم زائد كاف دال يبقى عندي كاف كاف هنا وكاف هنا اخد كاف عامل مشترك يبقى في القز بتاع ايه جيم زائد دال هحط كيمي الجيم بعد التحويل ازا كم الدال بصانت حولها المت يبقى هنا وحط دال تسعة تومنية معاشر بتاع بالنيوتن يبقى في الحالة دي هجم على اتنين مع بعض واضربهم في كاف في حالة ما باضربهم في كاف بطلع على الكيمة بتاعتي الشد بتاعي بالايه بالنيوتن راعي ترتيب وضع المسألة وانا والرسمة باخدها بالموجة بامتة وامتة اخذ بالسالب يعني ممكن احد ياخد ايه كاف دال ناقص شين تبقى لو كاف دال عاوزة خرجها برها خرجها بانشارة سالبة يبقى انا كده هطرخ مش هجمع راعي الحيطة دي بتعال بقى ما يكون صاعد هنا هابط اما يكون هابط بقى السل الميزان الزنبوركي نبص المعادلة بتاعته الوزن الزايري بردك شي خدت العكس كاف دال ناقص شين بتسوي كاف جي بقت سهل اللي بعمله هنا بعمله هنا هرتب معادلتي اللي عندي يا مستر موجب كاف دال طب ما كاف دال ده هنا في الحالة دي هطلحها ولا خرجها طب ما انا هنا شين الشين بالسالب اه الشين اللي هي بالسالب يبقى طلع شين بالنسبة لها شين بتسوي كاف دال ناقص كاف ايه كاف ايه كاف جي كاف جي طي الكاف هنا طلع يتعمل المشرق طلع تعمل المشرق برا يبقى دال ناقص ايه جي بص هنا سالبة وهنا مجابة في القوس هنا كاف بتساوي كاف افتح كوس جيم زي ديه ده هنا كاف افتح كوس ده لنقص جيم في الحالة دي انا عندي كامل وزن بتاعي اللي هي القتلة سبعة يبقى دال بكم بتسعة وثمانية من عشر نقص جيم بكم واحد وخمسة من مية يبقى انا هاطرح لاتنين من بعض تطلع التمانية خمسة وسبعين من مية في سبعة يبقى في الحالة دي هتطلع واحد وستين وخمسة وعشرين من مية نيوتر مسائل سواء كانت المسألة ماشي عن طريق نيزان زنبوركي او عن طريق مصعد انا برتب رقم واحد المعادلة اما برتب المعادلة اشوف من السالب ومن الموجب واحاول ابص بطلع طرف عشان اخد كاف عمل مشترك والباقي بقى جيم زا الدال او دال ناقص جيم هتلاقي ازا كان قال لي صاعد او قال لي هابط يبقى انا معادلة الخرقة تختلف هتلاقي واحدة منهم موجبه واحدة منهم ايه سالبة وازا كان بيداني بالسانت بحولها المتر وبحط تسعة وثمانية من عشرة بحول متر واحط الدال بتسعة وثمانية من عشرة عشان تطلع لي ايه بالنيوتن يبقى هنا في الحالة دي لابد ان انا اعرف وازبط بعض الوحدات وانا شغال مقدرش احط كيلو جرام ومعاه سنتيمتر وحط تسعة وتمانية من عشرة لا في الحالة دي لو بالجرام يبقى سنتيمتر يبقى هنا حط تسعمية وتمانين تسعمية وتمانية عشان تطلع لي بالضاين يبقى في الحالة دي مسائله سهلة بس عايزك تفهم مش طول المسألة او كبر المسألة لا فيه من مسألة ورسمتها بسيطة واعرف انت ما يكون صاعد ازبط معادلتي ازاي معادلة الحركة وازاي ما يكون هابط اعرف تثبيت معادلة بتاعتي وهو ايه هابط تعال نشوف المسألة اللي جاي بول كتلة قدرها سبعة كيلو جرام معلق في ميزان زنبورك ايه ده برضك ميزان زنبورك اعرف ان احنا رسمة الميزان زنبورك بنعمل في ايه وبرضك ازا كان قل صاعد او هابط هبتدي هشتغل ازاي او اعين اتجاه الوزن ازاي تعال نشوف كتلته سبعة كيلو جرام معلق في ميزان زنبورك المثبت فيه منطاب يتحرك رأسيا اوجب مقدار العجلة التي يتحرك بها المنطاب وعين اتجاهها ازا كان الوزن الظاهري للجسم ستة سوكل كيلو جرام وتمانية سوكل كيلو جرام يبقى فيه ستة سوكل كيلو جرام وفيه تمانية سوكل كيلو جرام هنيجي نقول له ماشي تعال نبص نرسم الرسمة ازاي ونبتدي نشوفها الوزن الظاهري بيسوي شين دي بتسوي كام الاول ستة سوكل كيلو جرام وزن الجسم بيسوي كاف دال بيسوي كام تمانية سوكل كيلو جرام وزن الجسم الاولاني تمانية سوكل كيلو جرام وزن الجسم الثاني مدولي ستة سوكل كيلو جرام في الحالة دي أن وزن الجسم أكبر من الوزن الظاهري تمام أنا الوزن الظاهري مدولك 6 وزن الجسم مدولك كام؟ 8 المنطادي يتحرك رأسياً لأسفل حط المعادلة المعادلة في الحالة دي كاف دال ناقشين بتسوي كاف جيم كاف دال ناقشين بتسوي كاف جيم تمام طب أنا يا مستر ممكن أنا أرتب الأول ولا هعمل إيه؟ طيب أنا عندي كام بكام؟ بسبعة دال في الحالة دي بكام؟ ولا أم يديك السبعة إيه؟ النقطة الأسية بتاعتي كاف بسبعة في كام تسعة وتمانية من عشر ناقش شيم بكام؟ بست في كام تسعة وتمانية من عشر كام بكام؟ سبعة جيم المجول عندي إيه؟ جيم هضرب بقى سبعة في تسعة وتمانية من عشر هاركن الرقم بتاعه ناقص ستة في تسعة وتمانية من عشر هطلع الناتج بتاع سبعة في تسعة وتمانية من عشر ناقص ستة في تسعة وتمانية من عشر وترعي من باع. هيطلع للETHين كام؟ تسعة وتمانية من عشرة. عشان المطرح سبعة. خدنا منها ستة. بقت واحد وتسعة وتمانية من العشرة وهناك تسعة وتمانية عشرة يبقى تسعة وتمانية من ايه. من عشرة. ييتسوي كام سبعة جيم? اخد خالة على ما شغول يبقى تسعة وتمانية من عشرة عالسبعة. بتسوي كام جيم. واحد واربعة من عشرة متر عالسانية he? تربية. هنا في الحالة دي اما بيكون ايه الوزن الظاهري المنتاضي يتحرك رأسيا لايه? لاسفل. طب افرد ازا كان ايه الجسم بقى الظاهر وزن الظاهري بيتحرك لايه? لايه اعلى. نشوفها. مش هو قال لي الوزن الجسم بتساوي كاف دال بتساوي سبعة? والوزن الظاهري الشين بتدولي كم? تمانية سوك لكيلو جرام. في الحالة دي الوزن الظاهري اكبر من وزن الجسم. وزن الظاهري اكبر من وزن الجسم. المنتاض يتحرك رأسيا لفين? لاعلى. يبقى شين ناقص كاف دال بتساوي كاف جيل. تمام? تساوي كاف ايه? جيل. نشتغل المعارف. انا عندي الشين مدولة كام اللي هو الوزن الظاهري شين? تمانية. في كام? تسعة وتمانية من عشر. كاف مدالك بكام? سبعة. يبقى ناقص سبعة. في دال بتسعة وتمانية من ايه? من عشر. طب. كاف بكام اللي هو وزن الجسم? سبعة جيل. هدرب تمانية في تسعة وتمانية من عشرة. ما هي نفس الطريقة. انا ممكن اطرح تمانية من سبعة واحد. يبقى هنا تسعة وتمانية من عشرة. وهناك ايه? ناقص في تسعة وتمانية من عشرة. يبقى الناتج بتاعه يطلع برضك تسعة وتمانية من عشرة. يبقى بتساوي سبعة جيم. يبقى ازا جيم بتساوي خالة على مشغول. بتساوي تسعة وتمانية من عشرة على سبعة. بتساوي واحد واربعة من عشرة متر على الثانية تربيع. يبقى انا كده هنا اعرف اوضح ازاي بالنسبة للمسائل بتاعتي. يبقى كل مسألة. رسمتها سهلة. اهم حاجة انا عايزك مش كتر مذاكرة. ان انت تعرف في الحالات. نيونة الالت ده بيشتغل على ايه? حركة مصعد. المصعد ده سواء كان لاعلى سواء كان لاسفل او يتحرك بسرعة منتظم. تمام. طب هنا ميزان الزنبورج برضا قدوني صاعد لاعلى. وهابط. هبتدي برضك ايه? هشتغل نفس ما انا باشتغل المعادلة. وابتدي ارتب معادلات ازاي سواء اتجاه عكس الاشارة او ادخل حاجة من بره الجوه باتجاه سالب او موجب. وابتدي اصف المسألة واشوف المطلوب بتاع ايه? لكن الموضوع مش الموضوع اللي انا بذاكر. وانا ما عرفش بما اجي حط المعادلة. هتفرق معك في الاشارة. وضع المعادلة اساسية. ازا البديد غلط. يبقى انا هانهي المسألة غلط. يبقى انا طالب التعليم الفني او طالب السنوية العامة هو بيدرس قانون يوتن التالت. ما بيدرس زيك قانون يوتن التالت اول وتاني وتالت. نفس الطريقة. بس انت تكون هو هو دقيق جدا وانت لازم تكون دقيق جدا عشان ما تفلتش منك درجات بتقللك من المادة على اشارة. الاشارة لو كانت مجابة كانت مفروض سالبة. طب الرقم هيقل. يبقى هنا هتتخسم الاشارة وهتخسم الناتج والناتج النهائي. طب انت لو تنتبه انت يكون صاعد لاعلى. اردت بمعادلات ازاي? وخركت طرف برا. وهنا هبتدي اخد عمل مشترك. يبقى مسلا هنا جيم ناقز زال. انا خطيتها جيم زا الدال. لا اخد بالي بالحاجات الصغيرة دي. بس دي عشان ما تقيه ما تقيه. ضيعش منك الدرجات. المادة سهلة. ومادة جميلة بس عايزة ايه توضيح وفكر? وعايزك تاخد بالك من التحولات. مادة الميكانيكا. سواء في تعليم الفني او السنوية العامة. مادة تحولات. وليست حل. يبقى الرقم يجي لك سبعة تلاقي زاد بقى تلتمائة خمسة وتلاتين. جميل من التحولات. مش بحول انا بقول لك النيوتن بتسوي ايه? والضايم بتسوي ايه? من سكل كيلو جرام لجرام. وبعد احول الرقم بيزيد. دول ما انت تشعر. دول جي منين? اقول لك دوت متة تحولات. لاحز انا بقول لك تطبيق الاساسي او التحويل تحويل الاساسي لنيوتن التاني. نيوتن التاني هو عصب نيوتن اول ونيوتن تالت. تعالوا بص المسألة ونشوف. وبالراحة وانت بتقراها ما تخافش ان كبر قرية المسألة ما تهبش من مسألة. قرية بالراحة طالما عرفت انت الحالات بتاعته. امشي بالحالات والرسمة بتاعتها. حط المعادلة. شوف ده اتجاه موجب. طلع ده برة. دخل ده جوه. بالراحة اتاره في حل. تعال بص على المسال ده. شخص كتلته سبعين كيلو جرام. وقفه بداخل مسعد. انسان دخل جوه مسعد. او اي شخص وقف داخل مسعد. والمطلوب معرفة ضغط هذا الشخص على ارض المسعد. بسوكول كيلو جرام. في كل الحالات الاتية. يعني انا جيت مثلا خطيت شخص انسان. اي واحد مثلا احمد. سيد. زكي. ابراهيم. كده يعني داخل مسعد. وعاوز اشوف بالنسبة وهو واقف داخل المسعد. معرفة الضغط لهذا الشخص على ارض المسعد. بسوكول كيلو جرام. في الحالات الاتية. ايه هي الحالات? واحد. اذا تحرك المسعد الى اسفل. بسرعة منتظمة مية وخمسين سنتمتر على السنة. المسعد اتحرك لايه? لا اسفل. ازا تحرك المسعد الى اسفل بعجلة منتظمة. تمانية وتسعين سنتمتر على السنة. ازا تحرك المسعد الى اعلى بعجلة منتظمة تمانية وتسعين سنتمتر على السنة تربية. نشوف ايه الحالات دي كلها. تعال هنا. انا كان في كام اللي هو وزنه سبعين كيلو جرام. عايز ريه? عين بكام بمية وخمسين سنتمتر على السنة. جيم تمانية وتسعين سنتمتر. حاسب. لازم احول التمانية وتسعين من سنتمتر لمتر بقى من صغير لكبير هاسب. ايه تحويل ايه? هو مداني بالسنة. هاخدها بالسنة? لا. ما اركبش الكيلو جرام مع سنتمتر اركب مع المتر. يبقى في الحلقة دي هقسم على كام? على مية. يبقى اعرف كده من كتر ايه? حلك. من كبير لصغير بضرب. ومن صغير لكبير بقسم. صغير لكبير بقسم. يبقى هنا تمانية وتسعين من مية متر على السنة تربيع اللي هي قيمت الايه? العجلة. تمام. جيت انا هنا رسمتي الرسمة بتاعتي. سوى صاعد او ايه? او لأسل. نبص كده المعادلات بتاعتي بنعمل فيها ايه? معادلات الخركة. المصعد يتحرك الى اسل بسرعة منتظمة. المصعد يتحرك الى اسل بسرعة منتظمة. ماشي. تبقى انا دلوقت اما المصعد يتحرك الى اسل بسرعة منتظمة. ريه? بتسوي كاف. في ده? تمام. هو مديني كب كام? بسبعين. في دل اخدها بكيلو جرام يبقى معها ايه? تسعة وتمانية من عشرة. اه? ابقى ستمية ستة وتمانين نيوتين. طلحت ريه? طب ريه? تلعب بالنيوتين. هو ايه اللي في المسألة عاوز تلحها بايه? بسوكل الكيلو جرام. اخذ ستمية ستة وتمانين? هقسمها على تسعة وتمانية من عشرة? اللي هي طلعت? هتطلع سبعين سوكل ايه? كيلو جرام? تاني. انا طلحت المسألة بالنيوتين. هو طلب في المسألة طلب في المسألة تطلع بسوكل الكيلو جرام. لو هو اقل في الامتحان بسوكل المطلوب يطلع بسوكل كيلو جرام? ما اقبش عند نيوتين. يبقى لازم اخول من نيوتين لسوكل كيلو جرام يبقى سمع على كام تسعة وتمانية من عشرة? ستمية ستة وتمانين على تسعة وتمانية من عشرة وتطلع سبعين سوكل كيلو جرام. يبقى في الحالة عابرة وباخدها وبطلع انا باي وحدة. لا انا طلعت بالنيوتن يابع الا المسألة لسه ما انتهتش. لازم انا اجي في الحالة دي هأسم على تسعة و تمانية من عشرة عشان اطلعها بسكرك كيلو جرام. يعني شوفوا المسألة اتطلعت ستمائة ستة وتمانين نيوتن. طب هو طالب هنا. اني انطلع لي بسكرك كيلو جرام. يبقى اخد انا ستمائة ستة وتمانين على تسعة وتمانية من عشرة في الحالة دي هتطلع ايه سبعين سوكل كيلو جرام يبقى ايه تزرب بتسوي سبعين سوكل كيلو جرام حسب المطلوب اللي هو كان طالبه عشان قال لي ايه طلحها بكزا هو قال لي طلحها بسوكل كيلو جرام طلحتها بسوكل كيلو جرام ما جيش عن دنيات وقت مش بمزاجة حسب المطلوب بتقال في المسألة تعالى نبص هنا اما بيجي المسعد يتخرك الى اسأل بعجلة منتظمة طب هنا المسعد اتخرك بعجلة منتظمة الى اسفل طب هنا التخرك هنا انا كان عامل للرسمة برضك لصاعد وهابط يبقى كاف دال ناقص ريب تسوي كاف وجيم حاسب نقف هنا في الحتة دي مش انا قلت اما ناخد طرف ممكن نطلعه بره وبنطلع كاف بره وبعد كده نبتع قوس يبقى جيم زائد دال او دال ناقص جيم يبقى انا بحلل المعادلة اما انا خططها الاسفل يبقى انا ببص للمعادلة بعد اما اكتبها كاف ناقص كاف دال ناقص ريب تسوي كاف جيم كاف دال ناقص ريب تسوي كاف جيم طب ما انا هنا ممكن اطلع هنا انا عندي الرهب السالب في الحلقة دي هطلع ريب موجبة بتسوي طب انا عندي كاف دال بالموجة بقى هطلعها بايه نحي الطرف التاني بايه ما هي بالموجة بايه هي موجبة يبقى دخل عليها ايه كاف جيم طب انا عندي كاف دال ناقص كاف جيم كاف دال ناقص كاف جيم. بقى افطرف. وريه كانت سالبة خليتها في مجابة. ما انا بتلاش اشارة سالب. بتلاش اشارة سالب. يبقى ريه في الحالة دي. مجابة بتساوي. كاف دال ناقص كاف جيم. هاخد كاف عمل مشترك. اتفضل لدال ناقص ايه? جيم. ابتدي بقى احط بينات عادية. اعتبر المسألة خلص. كاف بكم? بسبعي. دال بكم? تسعة وتمانية من عشر. ناقص. كم بكم بسبعي? في جيم بكم? بكم بكم تمانية وتسعين من مية. من عشان حولتها. يبقى هنا اجي اضرب واقسم او اضرب واطرح. هيطلع كام? ستمية وسبعتاشر. واربعة من عشرة نيوتن. طب ايب في الحالة دي ريه? اعمل ايه? هو قلب النيوتن? ولا قلب سوق لكيلو جرام? قلب النيوتن. لا. قلب سوق لكيلو جرام في المسألة. يبقى في الحالة دي هاخد. الناتج اللي طلع هقسمه على تسعة وتمانية من عشرة. عشان يطلع بسوكل كيلو جرام. يبقى ايزا ريه بتساوي كزا. يبقى ريه في الحالة دي مش بشتغل او بحول. يكن هو ما قليش. ولا بالنيوتن ولا سوق لكيلو جرام. ممكن اجي عندي ريه. ريه بتساوي. اه ستمية وسبعتاشر واربعة من عشرة نيوتن واقف رغتين. يكن هو اجبرني في المسألة. قال لي ايه? طلحها بسوكل كيلو جرام في الحالة دي. لازم اقسم على تسعة وتمانية من عشرة ريه بطلحتها بايه? بسوكل كيلو جرام. يتحرك المصعد الى اعلى بعجلة منتزمة. الله. طب هنا بقى الاعلى. معدلة الحركة ريه. قال لي ريه ناقص كاف دال بتساوي كاف جين. ريه ناقص كاف دال بتساوي كاف جين. يبقى ريه بتساوي. اخد اطلع برضك اختراف النحة التانية. يبقى انا كاف دال تطلع برا موجبه. انا هنبص بقى في الحالة دي. ممكن انا اقول معاي ليه? ادي كاف بسبعين في تسعة في تمانية وتسعين من مية زائد يلا سبعين في تسعة وتمانية من عشرة اخلص الكوز دوت اضرف بعض سبعين في تسعة تمانية وتسعين من مية. اشوف يطلع كام? وسبعين في تسعة وتمانية وعشرة يطلع كام? واجمع الاتنين. يبقى في الحالة دي ريت طلعت بكم? اربعة وخمسين وستة من عشرة نيوتن. يبقى هقسم على سسعة وثمانية من عشرة. يبقى انا طلعتها بسوق لكيلو جرام. يبقى كده قانون نيوتن التالت. يبقى بالحالات بتاعته سواء مصعد صاعد هابط او حركة منتظمة او سرعة منتظمة. برضا الميزان الزنبورجي صاعد هابط او شخص داخل صندوق شخص داخل آآ مصعد. يبقى هنا غطيت قانون نيوتن التالت. ياريت ياريت اهب لما نخش على المادة. ونشتغل ونطبق نعرف الحالات بتاعتها والتحولات كويس جدا. وبالراحة هتحل حل كتير هتبتدى تعرف ايه الاخطاء بتاعتك. هتحل اتعرف افكار تانية. وآآ يا رب يكون استفادنا. وكده غطينا قوانين تلاتة نيوتن. وآآ اشكركم ونتقابل في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة